اشتركوا في حلقة جديدة هنا في هوم سينما النهاردة رجعنا نعمل ريفيو جديد لفيلم لسه نازل امبارح وهو قبل يا جماعة ما اخش في مراجعة الفيلم معلش استحملوني دقيقتين اللي هالكلم فيهم دول في حاجة انا عارف ان في ناس كتيرة جدا عمالها تكتب لي عايزين لكزا وعايزين لكزا بس انا الفترة اللي فاتت حقيقة جماعة انا بقى لي اربع تيام عيان عية مش طبيعي تمام انا يعني الحمد لله يعني مش كورونا يعني بتقلقوش اه عن رغم ان انا شكيت ان هو كورونا بس الحمد لله طلعها مش كورونا اه زوري مش حاسس بيه مناخيري مش حاسس بيها طبعا سخونية برد وبتاع وحالتي كانت من كحورة خالص لدرجة ان اولا ما عييت اصلا شبه مكنش عارفة اتكلم اساسا من كتر الوجع للكم في زوري وعارف ان فيه عارف ان فيه بتنزل بخصوص مسلسلات رمضان وافلام بتنزل وتريلرز الافلام اجنبي والكلام ده كله بس انا مع الاسف يعني كنت تعبان جدا لدرجة ان انا حرفية مش قادر اقوم من على السرير عشان اقوم اعمل اقوم اعمل حتى او اعمل اي حاجة حتى هوم الهون الالعاب مش عارف العب مش عارف اعمل اي حاجة حرفيا اه لحد دلوقتي انا على فكرة لسه عيان انا مش بقول ان انا اه خفيت بس انا لسه حرفية لسه عيان بس الحمد لله احسن بكتير قوي من اليومين التلاتة اللي فاتوا دول انا يعني حتى اكيد شايفين منظري عمل ازاي او من طريقة الكلام وانا بتكلم ويعني حرفيا العاب جد بهدلني بهدلة مش طبعية فالحمد لله يعني الى حد ما في تحسن بكتير يعني احسن من اليومين التلاتة اللي فاتوا دول فما حد ش ازعى مني لو كنتش عملت حاجة او عملتش لحاجة انا هو اه بدأت النهار ده حرجع عامل تاني تاني انا عارف ان في حاجات كتيرة لطبع رمضان نازلت والكلام ده كله وحعمل لها ما تقلقوش زي ما وعدتوكو اسف لو تقولت عليكم فيه الكلام ده كله بس حابت ان انا تكلاريفاي الكلام ده كله بس عشان تبقى عارفين او معايا في الصورة وما حدش يتداي مني لو انا مكنتش بعمل او كنت بعمل في اليومين تلاتة اللي فاتوا دول فيلم جاستس ليج زاك سنايدرسك او سنايدرس كوت من الافلام اللي ناس كتيرة جدا كانت مستنياها في الفين واحد وعشرين وهو تعرض على منصة اتش بيو او ماكس وما تعرضش في السينما وهو هو نفس الفيلم بتاع الفين وسبعتاشر بس مع تغييرات اكشلي كتيرة حصلت في الفيلم طبعا هو من كتاب بتو اخراج زاك سنايدر ومعانا نفس فريق البطورة بتاع الفيلم اللي كان موجود في الفين وسبعتاشر بين افلك وهنري كافل وجال جادوت وفيه كمان ديان لين زم موة وازرا ميلر وجاريد لاتو كوني نيلسون و جايكين سيمونز روبين رايت في ناس نفس البفة يعني نفس البفة بتاعة جاستيس ليج القديم اللي كان موجود في سنة الفين وسبعتاشر احداث الفيلم هي هي نفس الاحداث اللي كانت موجودة في الفين وسبعتاشر ان بان افلك باتمان بيبدأ يعمل ريكروت لكل اعضاء الجاستيس ليج اللي هي وندر وومان واكوامان سايبورج وفلاش وكل البفة الجميلة بتاعتنا دي فبيبدأ ان هو يعمل لها زي ريكروت كده علشان فيه خطر يعني جاي من خلال الفضاء عشان عايزين يهجموا على كوكب الارض واللي عايزين يهجموا على كوكب الارض علشان عايزين يخلصوا من اعضاء الجاستيس ليج هو ستيبن وولف ودارك سايد هو هو نفس البلط بس مع تغييرات شوية تغييرات حصلت في الفيلم من النسخة المعدلة بتاعة الفين وسبعتاشر لما جم عملوا النسخة دي بتاعة سنة الفين واحد وعشرين اكيد وش طبعا فيه فرق كبير فشخ طبعا الحالة دي بتاعتنا مش هتبقى فيها حرق الاحداث فانا هتكلم احاول على قد ما اقدر ان انا محرقش اي حاجة فيلم ده حرفيا هو رجع لي الامل في عالم دي سي السينمائي لان انا زي ما انتو عارفين انا مش من محبين عالم دي سي خالص غير نادرا هو حرفين فيلم او فيلمين غير كده انا اصلا مش بحب دي سي بحب اكتر مارفل يعني مارفل ما يال لمارفل اكتر اه الفيلم ده زي ما عطى الهوب في اه روح الناس حرفيا يعني الفيلم ده عمل ضجة لان الفيلم ده لما كان نزل سنة الفين وسبعتاشر الناس كلها كانت ارفانة من الفيلم وقالوا ايه القرف اللي احنا هتفرجنا عليه اللي احنا عايزين زاك سنايدر او سنايدر سكوت علشان الفيلم ده حرفين كان رايح في ستين دهية وانتو عارفين القصة اللي حصلت بعد ما اضطرت زاك سنايدر من الانتاج بتاع الفيلم بتاع جاستيس ليج كانت بنته وتوفد فهم اجابوا مخرج تاني اللي هو جوز سويدن وكمل على الفيلم بتاع زاك سنايدر وحرفيا فشخ الدنيا اخراجيا وفشخ الدنيا في السكريبت فعشان كده طلع لنا القرف بتاع الفيلم اللي كان في الفين وسبعتاشر ولما جيه بعد كده زاك سنايدر هو حاب يعمله تاني هو اللي احنا اتفرجنا عليه اللي هو ابو اربع ساعات اللي انا حرفيا الفيلم كله انا مملتش وانا قاعد بتفرج انا اول لما اتفرجت انا اول لما بدأت الفيلم قلت يان هاريس ودى اربع ساعات هنبقى قاعدين حرفيا مش طيقين بعضنا من كتر ما هو حيبقى طويل لان الفيلم كان الاول كان مفروض ينزل اربع حلقات كل حلقة كل اسبوع ساعة وبعد كده راجعوا في كلامهم قالوا لا احنا هنخبطوا مرة واحدة هنعملوا فيلم اربع ساعات ورا بعد انا حرفيا اول مرة او مجاش دماغي حرفيا خالص ان انا ممكن اتفرج على حاجة لدي سي اربع ساعات متواصلين وما ملش خالص القصة مخدومة صح وكل كاركتر في كل بارتس اللي الفيلم متقسم فيه بارتس اللي جوه الفيلم القصة مخدومة صح بتاع الفيلم طحفة الفيجوال افاكس معمول فيها شغل وهمي انا بصراحة الفيلم ده حقيقي الفيلم ده لو كان حرفيا نزل اي ماكس كان يعني حتى لو كان نزل على النت يعني من الاخر يا جماعة لازم تتفرج الفيلم ده كان لازم حرفيا يتفرج عليه اي ماكس يعني حتى الفيلم معمول بتقنية معينة كده يعني لانك كان المفروض ان هو ينزل اي ماكس وبعد كده نزلوه في اتش بي او ماكس ما نزلش في السينما فالفيلم لأ معمول بطريقة واو واو واكتر حاجة يعني من اكتر الحاجات اللي كانت بستاني في الفيلم شخصية لان انا اصلا ما كنتش حابب الكاركتر ده خالص حتى في دي سي في اه سوري في بتاع الفيلم السبعتاشر لما اتركت على الفيلم الاول مرة اكتر كاركتر حرفين ما جاش معي سكة هو شخصية سايبورج لان انا حسيته ملوش اي لازمة انما لما جيت اتفرجت على ابو اربع ساعات بتاع سنايدر سكوت لأ حرفيا الكاركتر وهمي ده بالعكس ده انا عجبني اكتر كاركتر سايبور في زاك سنايدرز او سنايدر كوت جاب لك القصة بتاعته هو بقى كده ليه وتعامل كده معا ليه والاحداث بتاعت اللي هو ما بين الاب وبينه هو ايو سواء ما بينه هو وما بين امه فلا حسيت ان القصة خدمت صح وحطوا مشاهد حلوة وتعيشت مع سايبورج وحسيت هو ليه بقى كده الفيلم بتاع الفين وسبعتاشر حرفين متكروت لدرجة اللي هو يعني طب ايه اللي حصل هنا او بعد كده حتى في بتمان يعني حتى بتمان نفسه وبين افلك انا حسيته حرفيا حرفيا في الفين وسبعتاشر بتمان ملوش اي لازمة اللي شاء لما الشغل كله هي ده اللي لما نوجه تنزل لما جيت اتفرجت على سنايدر سكوت اللي هو بو اربع ساعات حرفيا لا بتمان عامل شوية شغلة حلوية يعني لمواغزة بتمان اجدعان يعني ده حبيبي يعني يعني بتمان هو ميفيفورت كاركتر في دي سي حرفيا يعني جوكر ده على الجنب لحط الجنب ده حرفين ما حدش يتقرن بي يعني اه يعني بتمان اتخدم بطريقة وهمية يعني في القصة حاسته انه هو بقى اللي بيعمل الريكروت لا اتخدم صح وظهر في الشاشة كتير في الفين وسبعتاشر ما ظهرش كتير لدرجة انا شكيت هو باتمان ده طالع انا مش فاهم يعني الفوكس كله كان على بالعكس بقى في زاك سنايدر ما كانش كده خالص كل كاركتر حرفين اخد حقه بطريقة فوق الوصف يعني يعني ده اربع ساعات اجدعان يعني اربع ساعات هتحكوا فيها ايه اكيد هتحكوا حاجات كتيرة يعني ده غير طبعا الشطات ده غير الشطات الفشيخة اللي هي كانت سلو موشن يعني انا بصراحة كنت بجد منباهر وانا قاعد بتفرج اللي هو يعني ده الفيلم الوحيد اللي قلت بجد يا ريتني اتفرجت عليه في السينما حقيقي يعني الناس اللي ما اتفرجتش على الفيلم انصحكم بجدد انك تتفرجوا على الفيلم ده بس لازم الاول تتفرجوا على بي في اس اللي هو باتمان بيرسز سوبرمان ويتتفرجوا كمان على علشان الاحداث تتربط يعني ببعضها انا بصراحة الفيلم ده اتمنى ان هما يعملوا جزء تاني ليه لان بصراحة الفيلم كان عظمة اتمنى بصراحة لانه قفلته قفلت جزء تاني من الاخر يعني قفلته قفلت جزء تاني فلو احنا وش احنا عايزين جزء تاني ابو الحج بس بعد اذنك عايزين جزء تاني يكون نفس العظمة اللي احنا شفناها ابو اربع ساعات ده لو مش هتنزلوا للسينما عشان السينما اخرج تقريبا ساعتين ونص تلاتة فمش هينفع ان انت هتحط في السينما خلينا في يعني لو هيعملوا جزء تاني اتمنى ان هما ينزلوا برضو على وما ينزلش في السينما بس نتفرج على عظمة تانية زي ما احنا شفناها في اربع ساعات حرفيا من اول الفيلم الاخر فيلم ما حستش بدقيقة ملل بتعيش معاها ومشاهد وهمية مشاهد وهمية حرفيا لا تقارن بالجزء بتاع الفين وسبعتاشر ده خالص حرفين السكريبت او حرفين الفيلم بتاع الفين وسبعتاشر ده انت تاخده او تبله وتشرب ميته زي ما بيقوله يعني بجد لو كان احسن ان هو ما تعملش كان هيبقى افضل بكتير فشخ يعني حتى اللي هو اللي كان دوره زي الزفت من وجهة نظرة فيه ما طالعش كتير برضو عشان الفان اللي بتحب الجوكر في الفيلم ده ما ظهرش برضو جوكر كتير حرفيا ظهر في كام مشهد كده يعني مش عايز احرق برضو آآ حسيت برضو ان هو خدم صح يعني حسيت ان هو لأ يعني زاك سنايدر حسيت ان هو مش واكل حقه لان في السروس سايد سكواد للناس اللي ما تعرفش جوكر شايلين منه حاجات كتيرة جدا في السروس سايد سكواد انما في الفيلم هنا في زاك سنايدر او سنايدر سكوت حرفين هو طالع كام دي اي او كام مشهد يعني هو حرفيا بجد يعني لأ لأ شكله جالد لاتو فعليا بجد كان عامل جوكر حلو انا دحكته تريد كلامه لا حسيت ان جوكر بتاع جالد لاتو بصراحة جماعة حسيت ان هو عامل حاجة واحنا اللي ظلمين الراجل من الاخر يعني من السويس سايد سكواد اللي احنا حكمنا عليه من سويس سايد سكواد ان الدوره كان وحش بس لا بصراحة جالد لاتو انا من وجهة نظري لو كمل في السكة دي وزاك سنايدر لو هيعمل جاستيس ليج سنايدر سكوت الجزء التاني اتمنى ان هو جوكر يبقى موجود معاهم باي طريقة اماه ونتفرج عليه حيبقى عامل ازاي يا جماعة حرفيا الراجل ما اخدش حقه في سو سايد سكواد ما اخدش حقه في اياه حاجة على رغم ان انا كنت ضده تماما يعني جالد لاتو الجوكر بتاعه انا كنت ضده تماما وكنتش عاجبني خالص اصلا وحاسيت ان هو اباوش شخصية الجوكر بس لما جيت اتفرجت عليه في زاك سنايدر او سنايدر سكوت لا بجد الراجل عامل شغل يعني حرفين هو طلع كام مشهد بس لا الراجل عامل شغل عامل يعني كفاة ده حكيته ده حكيته جمدة فاشخة يعني بس لما اخزة يعني مش هيتقرم مع اخواكين في نيكس يعني ما عليش يا ابو اخواكين ده في حتة تانية عالجنب ليه فيلم سنايدر سكوت هو تسعة من عشرة بجد يا جماعة اتمنى بجد انتو تفرجوا على الفيلم وما فيش حاجة اسمها ملل بتصدقوني مش هتملوا الناس اللي بتحب دي سي الفيلم هيعجابة جدا خدوها مني انا واحد حرفيا مش بحب افلام دي سي اساسا نهائي غير فيلم ولا فيلمين بس فعليا لما اتفرجت على الفيلم ده ارتبطت به جدا 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 قد يكون من احسن الافلام اللي دي سي عملتها او قد يكون الافضل بكل تأكيد في عالم دي سي بجد يعني بس معديش احاجة تانية اقولها عن فيلم زاك سنايدر ده سنايدر سكوت جاستيس ليج اتمنى الحلقة يكون عجبتكم ان شاء الله اشتركوا فيديوات تانية قريب مسوش تعملوا سبسرايب ولايك وشير لو الحلقة عجبتكم مسوش بردو تعملوا سبسرايب للشانل التانية اللي اسمها هومالون حاسب لوكو اللينك بتاعه في الديسكريبشن ولو حابين تعملوا يفولو لايك على فيسبوك وتويتر وانستغرام برضو حاسب لوكو اللينك في الديسكريبشن باي باي